السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح سرح أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله اللهم ربنا هذه الدعوة الصلاة الحمد لله نحمده ونستعده ونستغفره ونحب لله من شعور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا نضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مصلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فات سوزا عظيما ثم أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشرى أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهنا ووجهكم على النار الأ先 start like claims by praising Allah For he is entitled for all kind of praises We thank him We seek refuge in him And we ask Him Allah سبحانه وتعالى To make us amongst those Whom he determined That they would be guided And not to be amongst those Whom he determined That they would be misguided And we pray to him SWT To accept us And forgive us And not to take us On the account of what we do And to treat us with his mercy سبحانه وتعالى وياده لأدن الله سبحانه وتعالى في القرآن كان يكذب كل المؤسسات والمؤسسات والمؤسسات والجمعينة أن يكونوا بكذبًا لهم وأن يكونوا بقل لما يقول وما يفعل لأنه يفعل كل ما يفعله يقلون كل ما يفعله وأنه يبقى الناس أنه يفعله الله في القرآن تذبعنا أنه يفعله أشترك الإسلام text as a religion and not to embrace anything other than Islam as a way of belief and he Subhanahu Wa Ta'ala reminded the believers to watch what they say because what you say counts and comes to face you so it either elevates you in the heavens or deepens you or deepens you in the hell fire may Allah protect us from the hell fire I as we all do وأن يجب لا يريد أن يكون أحد أحباً لن يبقى القليل وأن المحمد صلى الله عليه وسلم هو هو السالب، هو السيدة، هو السيدة و هو من قبله في مكان للو Achille من المساعدة والمنوعات من سواء الإنقاذ في القوة و أن يكون النسائر والمنع الأداء للسلام منه الضرير His way is the most absolute way to approach Allah subhanahu wa ta'ala And call Allah subhanahu wa ta'ala And follow the orders that He came with sallallahu alayhi wa sallam It's so perfect and so absolute It's so complete that there's no need for any kind of addition It is so amazing, so beautiful, so tactful in every way, in every fashion That everything you do other than what He came with sallallahu alayhi wa sallam Will take you straight to the hill fire That's why He told you not to take that way And to follow His ways By upholding to the book of Allah And traditions that He left behind sallallahu alayhi wa sallam So He called it innovation And that's why every innovation Leads to astray and every astray lead to the hill fire May Allah protect the sallallahu alayhi wa sallam Fabi Allah ونحن بين يدي رمضان نشتاق نفوسنا إلى قلوب خاشعة وأعلم لله دامع في هذا الزمان الذي جفت فيه المآقب وتحجرت فيه القلوب وقست فيه المشاعر حتى غدت من تلحجارة صلدة قاسية لا تؤثر فيها كلمة عابرة ولا آية صارخة ولا علامة بينة ولا دعوة جارحة تنبع من قلب خشع لله مذنا هذه الأيام التي يستطيع فيها العبد إذا قدر الله له ذلك فكما تعلمون ويعلم الحاضر والغائب والقاصي والدامي أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعل له منه قربا وجعل له عنده منزلة لا تكون لأحد غيره ألا ترون أن الله أوصى وتلك الوصية كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم ولي أمته من بعده أتدرون ما ثق الوصية أتدرون ما عظم الوصية إن الوصية أثقل عند الله في المنزال من أي عمل كان إن الوصية يا عباد الله هي أثمن ما يهدي المرء لأخيه والاب لبنه والأم لمن تحب من أبنائها والمحب لمحبيه إن الوصية هي عهدة الأنبياء وأمانة الرسل ووصية الله بخلقه صالحهم وطالحهم أتدرون بماذا أوصى محمدا صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمه أتدرون بما أوصاه وبما أمره لم يعمره بحب الدنيا ولا التوسع فيها ولا التوغل فيها بل أمره بأمر عجيب في حد ذاته أن يكون هو الأمر كله فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمك أمره بأن يعرف الله أمره بأن يعرف الله سبحانه وتعالى في علياءه أن يعرفه بينه وبين نفسه أن يعرفه بينه وبين ربه أمره أن يعلم أن يعرفه ثم بعد ذلك أن يستغفره هو محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه محبه كما وصفه المقربون كما وصفته نساءه صلوة ربي وسلامه عليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره وعد الجنة وبشر بها قبل أن يفارق الدنيا وعد بها وقد نزعت من قلبه كل بغينة وكل سخيمة وكل سليلة تؤثر في القلب كان أبيض القلب نقيه صلى الله عليه وسلم كان ممن وعد الجنة وغشر بها ومع ذلك تقول عنه عدشة رضي الله عنها كان يقف في الصلاة حتى تتفطر قدما أتدري يا عبدالله كيف يكون التفطر يا عبدالله إنك لا تعمل في اليوم الواحد أكثر من 12 ساعة حتى ما تكاد رحبتك تحملك حتى تجد ودعا في قدمك حتى تجد في ظهرك وفي جسدك خورا أتدري أن كل ذلك في حب نفسك وفي حب الدنيا أم هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقف ضعف ذلك في حب الله عز وجل وهو مغفور له ولا يحتاج إلى كل ذلك ولكنه صلوات ربي وسلامه علي أخبر زوجته عائشة فقال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا سبحان الله سبحان من حلاه آبه صلوات ربي وسلامه عليه سبحان من جعل في داخله ذلك العبث الذليل الخاضع بين يدي ربه لا يظن من عمله ضخامة ولا يغرى في جهده أمرا يتاد له بين يدي الله أن يكون رسيدا these are the days and the time that we submit our hearts to Allah سبحان الله تعالى in a time the hearts of human became so solid and so hard it can match a rock it could be harder these are the times of the year and the moments that we take advantage of to make sure that our hearts are more submitted to Allah سبحانه وتعالى and are more tender these are the times that we remember that we need that connection of Allah سبحانه وتعالى but we are capable of for the sake of Allah سبحانه وتعالى longing to Him سبحانه وتعالى to feel that inside our hearts to the point that it reflects on our lips where we shiver between the hands of Allah سبحانه وتعالى it is a moment that we expose our heart to Allah سبحانه وتعالى to complain about the droughts that goes in our eyes so we cannot hold one tear for the sake of Allah سبحانه وتعالى it is the time of the year that you remember the disadvantage that is coming on your way that you can give something back to Allah سبحانه وتعالى and guess what and this is not just a word from Allah سبحانه وتعالى it was an advice to the Prophet صلى الله عليه وسلم from Allah Almighty and you know how heavy an advice can be do you know how important a will can be it is so important that in the sake of Allah سبحانه وتعالى it's heavier than anything else yet Allah سبحانه وتعالى is giving that to Muhammad صلى الله عليه وسلم because it's so important that he have to receive that صلى الله عليه وسلم and so he didn't tell him to do more to fight more in this world to gain and to get in control of things and to gain more or to expand his wealth no that was not the will of Allah سبحانه وتعالى the will of Allah سبحانه وتعالى I'm there with me but when I say صلى الله عليه وسلم and say so صلى الله عليه وسلم he's not just another individual he's not a person like you and me that at normal they can be doing the same thing that you and me do know he was a different man he was صلى الله عليه وسلم so unique in everything and every word that comes out from his mouth صلى الله عليه وسلم was an ummah leader he was leading the ummah fixing the problems ordering the armies telling the companion what to do checking on the poor looking after the orphans helping in the home running around to do some errands for his family and at the same time you see her on the corner joking with that old lady holding the hand of the young boy showing him the way to the house of Allah he was an extraordinary man صلى الله عليه وسلم yet he tells him so know that there is no one worth or deserve worshiping but Allah and then seek forgiveness and repentance to Allah or from Allah he's telling him that yet when you read the history of Muhammad صلى الله عليه وسلم when you dive in in his biography صلى الله عليه وسلم he come to that point where the companions have related to us a strange moment between him and his wife Aisha as it recorded in Sahih al-Bukhari when she came to him صلى الله عليه وسلم and he was standing between the hands of Allah subhanahu wa ta'ala so humble submitting himself and his heart to the point his feet were swollen صلى الله عليه وسلم standing all day all night you and me would stand in the day twelve hours our feet were hurt our knees would crack our back was quick and all of a sudden we're so tired so exhausted and he is doing what we are doing and more and it's all for the sake of Allah the differences of the approach is amazing it's so vast we're not even quite there yet he صلى الله عليه وسلم and that post standing between the hands of Allah and Aisha asked him wondering because she knows for a fact that he صلى الله عليه وسلم was promised to heaven he was given the highest place in paradise no one is given a place that Muhammad صلى الله عليه وسلم is given he's so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala that he has forgiven everything it was all forgiven already in advance so she asked him ya Rasulullah oh messenger of Allah why are you doing this to yourself isn't it true that Allah has forgiven everything everything is forgiven for you ya Rasulullah why do you do this to yourself you look at her صلى الله عليه وسلم so calm so tender and he smiles and he says ya Aisha shouldn't I be a thankful slave subhanallah with all that he's given صلى الله عليه وسلم he still feels that he has to thank Allah subhanahu wa ta'ala ask yourself brothers and sisters how many times have you actually thanked Allah during your day for how many graces have you shown your gratitude for Allah subhanahu wa ta'ala what was the day that passed by you feel like I've done not enough for Allah subhanahu wa ta'ala these are the days that you'll be able to stand in the صلى hearing the words of Allah subhanahu wa ta'ala not knocking in your ears no they poured in your heart and it depends where your heart is it depends how you feel how you're connected to Allah subhanahu wa ta'ala whether these words will reflect on your actions and you'll find in your eyes because these words that you'll find in the past doesn't have you but they will be in your eyes in your heart either to be the eyes that you'll find in your eyes that you'll find in your eyes in your eyes مهما سرب فيها لا يملأ لها جوفا أي القلوب ستكون قلوبنا في رمضان بين يدي الله عز وجل أتعلمون كيف كان حال الصحابة عندما يسمعون القرآن يقول عمر بن الخطاب مرت بالسوق يوما فإذا برجل يقرأ القرآن فما أن سمعته حتى أغشي عليه يصف أصحاب عمر رضي الله عنه كيف اجتمع الناس عليه وهم يحملونه إلى بيته حملا وزاروه في بيته أياما كل يحسب أن عمر بن الخطاب مرير وما يدري مهلته وهو من خشيته ومن خشوعه ومن تقواه لا يريد أن يبدي لهم ما حالهم وما بعدها إنه قلب متعطش بكلام الله تطرق الكريمة فيسقط بين يدي الله أين قلبك من هذا يا عبد الله أتدري حال الصحابة عندما كانوا يسمعون كلام الله ليسوا في الصلاة ولكنهم إما في تجارتهم وإما في بيوتهم إما في سوقهم وإما بين بين يدي أبنائهم فيسمعون كلام الله فيسمع له النحيب يوجد أثوه في وسط السوء قال تجد الرجل وقد خرج من بيته وعلى خده أخاديت كان أبناء الخطاب يثير البكاء بين يدينا على حزمه وقوته وشدته ومأسه وسطوته إلا أنه كان بين يدينا كالطير الجليح كالطفل الجليح كان يرى على خديه أخاديد من أحافير الدموع كانوا يبكون حتى إذا اشتعل البكاء بهم عالينا ابتلت لحاهم وكانت لحاهم كثة وقد بلغوا مشارق الأرض ومغاربها هؤلاء قوم الفتى فيهم يفتح مشارق الأرض ومغاربها الفتى فيهم يبنو سبعة عشرة عاما ثم يحمل رواء محمد رسول الله ويقف على رأس أطراف السن والهند فاتحا مستميرا ثم إذا وقف بين يدي الله تلوى كالطير الجليح شجاع في الوغة أسد بين الرجال ولكنه بين يدي الله مسلم أبره من خلقه هكذا كان الصحابة الرجل من الله عليهم إذا قرئ كلام الله وجدت قلوبهم رغبا كان عمر رضي الله عنه يدعو ومن دعائه اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمعه ومن قلب لا يخشع ومن دعوة ما يستجعب لها أتدرون من عمر أخبرك من عمر لقد عرفه أعداؤه قبل أحبابه والخليفة الداني لهذه الأمة هو الخليفة العادل الذي اهتزت له مشارق الأرض ومغاربها هو الذي هابته الملوك في حصونها والأباطرة على عروشها والذي هزت دنيا هزا بتواضعه وقوته وشدته قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو رآك الشيطان في طريقي لاتخذ طريقا آخر ثم تجده بين يدي الله غضا طرييا تطفل ولد حديثا أين لنع تلك القلوب It is an observation that you have to do when you read about the Prophet صلى الله عليه وسلم and his companions it's a comparison that you have to always try to dive in to compare and learn and see how did they do all that what kind of people were they what did they do how did they get to that point you know this is how we say I'm connected to Allah it is when the word of Allah subhanahu wa ta'ala comes to my ear and it does have an effect it does have an impact it makes me sit there or stand there and just think am I doing this or not am I with these people or not you see Umar ibn Khattab and I can't speak enough about him the second talifa of Islam a man when he was 17 years old he was the ambassador of Quraysh Quraysh was not just another clan he was not just another tribe he was the one that controls everything happens in the Arabian Peninsula at the time and he was just 17 years old acting as an ambassador not just an ambassador to just smile and joke around no no he was an ambassador when war hits the area he stand there defend his people he make sure that he makes the truth that will keep things in peace it was his words that determines whether the war gets stopped or not when he became the halifa the Muslim state was all over the place he was a man he was an exorbitant he was not just a regular person no he was not yet one day he was passing by the market because he used to investigate go around make sure everything's okay he was concerned that something would happen in his time and that he would be a response so he always kept his eye wide open to see whatever goes around while he was passing by he hears a man reading the Quran the word struck him so hard to the point that he fainted people came around him carried him all the halifa is sick something wrong with him they carried him home and when he got home he was visited for a few days everyone's questioning what happened to him why he is sick what is he suffering from and nobody knows it was just because he heard the word of Allah subhanahu wa ta'ala he was so humble so pious to the point that he didn't want to tell him hey it was just the Quran no he wanted to keep that for his record so it does not burn his deed the fear of Allah subhanahu wa ta'ala the companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam not only in their time even in the time that came after them those who had the connection with Allah subhanahu wa ta'ala they'd be at their home they'd be at their markets and they might hear one ayah and they would be crying and weeping like little babies I'm not talking about men they're just so tender they're so soft no these men that I'm talking about the youngest amongst them he's 16 years old he's all the way to India conquering the land I'm not talking about men they're just soft and just like you know ready to cry no these people were men when the word men means what men is when they cry their tears cover all their beard to the point it's wet and we're talking thick beards and it's wet just from the word of Allah subhanahu wa ta'ala because their heart is there they understand that the message is geared toward them and it's geared toward us as well that's the connection of Allah subhanahu wa ta'ala every time they read an ayah they wonder are we amongst these people or not when they hear the words about the Jannah they cry because they long to the Jannah they miss the Jannah they want to see the Jannah they hear the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala describing how beautiful the Jannah is and they cry their heart because they want to be there they want to be next to Muhammad they hear the promise of Allah subhanahu wa ta'ala it's a promise from Allah وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ تَبْعَةٍ رِزْقًا Ilsthans قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْلَا مِنْ قَبْل قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْلَا مِنْ قَبْل وَأُتُوبِهِ يُتَشَعْبِهَا وَلَا هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَة وَهُمْ بِيهَا خَالِدُونَ They hear the promise وبشر وبعدهم الصادقون يسمعون هذا الوعد من الله عز وجل فتبكي عيونهم شوقا لهذه الجنان فإذا سمعوا وعيد الله ولله بكتابه وعد ووعيد وتذكير وتنديد وتنذير وتهديد فيتنكرون أمر الله فيخافون من عذابه كما يشتاقون إلى جنانه عندما ينبيهم عن تلك النار التي وسعرت بالناس والحجارة كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين اللهم لا تجعلنا من يكفرون بأدعام ولا ينكرون آلات ولا تحرمنا رضاك يا أرحم الراحمين اللهم بللنا هذا الشهر المبارك ونحن فيه مع الطائعين وأسرنا فيه مع التائهين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على تغطيره وامتناره وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشاره ما أما بعد عباد الله أعلموا أنه قد أضل لكم رمضان هذا الشهر المبارك الذي جعل فيه ربنا سبحانه وتعالى فسحة الزمان وفرصته وفيه كل الأمان به تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران اللهم لا تحرمنا أجرى هذا الشهر المبارك واجعلنا فيه من الخاسعين نشكر إليك قصوة قلوبنا وتحجر مدامعنا فيا ربنا لا تعاملنا بما نحن أهل له وعاملنا بما أنت أهل له عاملنا بإكرامك وإحسانك وبرحمتك وامتنانك ولا تعاملنا بما قمعنا فيه من رضاك وغفرانك يا أرحم الراحمين عباد الله اعلموا أن الله عز وجل بهذا الشهر وعتقه من النار وداخلون إلى الجنان بأمره فكونوا ممن رضي الله عنهم وغنموا هذه الفرص ولا تفوتوا هذه الفرصة العظيمة وأنتم بين يدي الله فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا فإن الإنسان إذا تباكى لعل قلبه أن يطمئن ولا لق فيبكي صدقا كما لو أن يبكي إن التباكي بين يدي الله عز وجل والتبلل أمر عظيم وشأنه عظيم فإن الله عز وجل حرم على النار عينا دمعت من خشيته اللهم لا تحرمنا ولا تجعلنا بعد محرومين ولا تطلقنا برحمتك يا أرحم الرحيم إنك ولي ذلك والقالي وعليه برحمتك يا أرحم الرحيم وليه برحمتك يا أرحم الرحيم وليه بغضر للتعار لكي لن تكتباك وأطوة لا تحرم لا تحرم تحرر 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 في هذا الحياة نحن تسرتفع ال��كلة ويقرأ هذا الوحيد تأكيد من وصف لديك من وصف ومسأكد الله سبحانه وتعالى لدي وجود هم منه هم من رمضان سباح لك لا تذكر من المهام لا تذكرون لك لا تذكرون أنه سنعه لنشهر لقتديه رحمضان جراك جدا are wide open and the gates of the hellfire are locked and the evils and the jinn and the shayateen are locked so do not allow yourself to pretend, prevent you from taking this opportunity from you عباد الله اللهم جلسوا في أماكنهم وصلوا والبكاء يقطع أفلتهم ونوزقها اللهم يا ربنا يا من خلقت السماوات السبع والأرض لا تحرمنا آلات اللهم ورزقنا حبك وحب من يحبك اللهم واجمعنا بمن أحببت ولا تحشرنا مع من أنكرت اللهم يا ربنا يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء غير قلوبنا إلى ما تحب وترضى واجعل فيها خشوعا حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الروا نسألك يا ربنا ألا تضيعنا كما ضاعت قبلنا الأمم يا ربنا يا من وعدت عبادك بالآلاء والإحسان يجعلنا في من دخل في رمضان وخارجا وخرج منه رابحا من جنان اللهم ولا تحرمنا الجنة اللهم ولا تحرمنا الجنة اللهم ولا تحرمنا الجنة وما قر إليها من قر وعمل وارفر لنا تقسيرنا وزللنا وخطأنا وارحم إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا بالصالحين اللهم اجمعنا بالصادقين قرر إلينا من عبادك من تحبه وأبعد عنا من بلأك سخطه ومن غامت عليه غامة غابك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله عز وجل أمركم بأمر بلأ به في نفسه ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال عز وجل قائد إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها المدين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسنيما اللهم صل واسلم على نبينا محمد وقال اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وسائل مسائل نبينا الأمين وقال اللهم عنا معهم لكرمك وإحسانك إلى المدين عباد الله إن الله يأمر بالعبير الإحسان وإتائي للقربة وينهاكم عن الفحشاء والمكان والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكر الله العظيم الجليل بكم واسكره على لعنه يزلكم والذكر الله أكبر الله عزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيز اشتركوا في القناة